مفاتيح مع الدكتور هاني الغامدي وعادل بارباع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم مفاتيح معي عادل بارباع وبصحبتي الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات للقضايا الوسرية والمجتمعية عضو لجنة المناصحة حياك الله دكتور هاني أهلا فيك أهلا وسهلا بك حياك الله عادل وبكل المستمعين والمستمعات الكارب السلامكم الله وكذلك مستمعين الكرام في هذه الحلقة بل في برنامجنا بشكل عام وفي جميع حلقاتنا طبعا بنأخذ ونتحدث عن كافة الأمور والقضايا اللي ترغبون في فتحها ونقاشها فهو أشبه ما يكون باب مفتوح لكم في كل ما ترغبون يتحدث عنه سواء كان في قضايا أسرية مجتمعية وخاصة أيضا في الأمور النفسية مع الدكتور هاني الغامدي بحيث يكون هناك نوع من الطرح الموضوعي والنقاش الإيجابي اللي بإذن الله تعالى يكون فيه تطوير وأيضا رفع من مهارات الإنسان في تعامل مع كثير من القضاء في هذه الحياة وأحيانا بتفوت الإنسان كثير من الأمور لا يملك مفاتيحها ونحن في برنامج مفاتيح نسلمك المفتاح المناسب المناسب للمكان والباب المناسب حتى بإذن الله تعالى تكون أكثر استقرارا هنا دكتور هاني طبعا ودنا نناقش بعض المواضيع لكن أذكر مستمعينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا حتى يعني إذا رغبتم في نقاش أي موضوع ترغبون ونحن نتحدث فيه وجدتم إشكاليات فيه معا دكتور هاني يعني نناقشكم فيه على الهاتف 011217 8585 وكذلك على الهاتف الآخر 012616110 مرة أخرى هاتف 011217 8585 أو على 012616110 كذلك رسالكم النصية بإمكانكم كتابتها إلينا إذا حبين يعني مع زحمة الاتصالات أو عدم الرغبة في الاتصال ترسلوا الرسالة النصية ورح نقرأها لكم على الهوى على الأرقام التالية لمشتركي STC 851040 موبايلي 66301 وأخيرا في زين 701313 طبعا على الناقش بداية على أن تأتينا الاتصالات مع دكتور هاني نبقى نتكلم دكتور عن حاجة ممكن نسميها يمكن النفاق الاجتماعي بعضهم يخلط بينها وبين المجاملات ما وجه الشبه والاختلاف بينهم؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أول شيء يعني نحن في الجوة الحلوة هذا ونتجينا في نفاق اجتماعي وكلام من ده نبسط بالمطر ونبسط بالجوة والجوة الحلوة هذه عادلة احنا مصوطين على طول من دمتك معنا الله يلحد قلبك وقلبك جميع يا رب احنا برنامجنا كمان للتذكير والتأكيد يا عادل احنا يا حبيبي بنستقبل في البرنامج ده مو شرط انه الكلام اللي احنا بنقوله او ضمن عنوان معين صحيح انما اي شخص عنده اي قضية مع ابنه ومع زوجته ومع زوجها ممكن تتواصل معنا على البرنامج ونديها المفاتيح زي ما اتفضلت يا عادل على الهواء بإذن الله وطبعا من خلال الاتصال او عن طريق زي ما اتفضل عادل وقال عن طريق الرسائل طيب النفاق الاجتماعي الكلمة هذه يمكن هي كلمة كثير مستهلكة يا عادل والكثير بيستخدمها في انه والله هذا نفاق اجتماعي او هذا ما هو نفاق اجتماعي ايوه عشان انا استشعر انه هذا نفاق ولا مجاملة زي ما انت حطيت الاثنين او الكلمتين مع بعض المجاملة هو انه انا اكون شخص ذوق معك يعني اجاملك لجل اكسب اجر من قبل ومن بعد امام الله او اني اكسب امر بانه انا اضغر او ابرز نفسي بان انا انسان مجامل يعني انسان ذوق يعني يتفهم الموقف وبالتالي هو يقدم بعض التصرفات سواء لفظية او حركية من خلال ما قد يتم في تشاركيته مع الطرف الاخر وبالتالي تسمى مجاملة لكن لما نزيد الامر عن حده ونبدأ نقول كلام ونبدأ نتصرف تصرفات لا تتماشى مع الموقف بمعنى يعني بكل اسف وخلينا نكون واقعين يا حبايبي ونتكلم بكل صراحة الوضع اللي بيصير من قبر البعض الان بانه احنا نتكلم ونتشدق لو جاز التعبير بكثير من الكلمات بكثير من الجمل بكثير من الامور اللي ممكن نبرز فيها قديش نحن كريمي اخلاق على سبيل المثال او انه احنا متفاهمين في بعض المواقف ولكن لما نيجي الشخص للموقف نكتشف انه هو شخص اخر مختلف جذريا نعم وهذا الامر من خلال ما نحن نشاهده كبشر كافراد مجتمع من خلال تصرفات بعض الى البعض في بعض الى البعض فالنفاق الاجتماعي بانه انا اعملها اوفر يعني اخلي الموضوع اكتر مما يتحمل الموقف وفي نفس الوقت انا فقط مع الجماعة يعني قالوا يمين قلنا يمين ننافق معاهم نمشي الامور لانه بيقولوا انه هي الاصول كده وبالتالي انا ما بافعل الشيء اللي انا قاعد ونفطر لانه افعله كرأي متفرد في حق يجب انه هو يتم ويطبق هذه اشكالية كبيرة لما يكون عندي امور فيها حقوق ولكني للأسف لا اطبقها فانا منافق بكافة الاحوال المجتمع ايضا يخرج بعض الامور وبعض الكلمات وبعض الاراء وبالتالي انا انافق مع هؤلاء ويقول ايه والله صحيح مزبوط ايه نعم نحن نفعل هذا الامر وهي في الاخر كلها يمكن بالبلد كده نحطها تحت كلمة هياط قاعدين نهايط على بعضنا البعض وفي الاخر للأسف احنا ما بنسوي ثلثين اللي قاعدين نقوله هنا معناته انه احنا اصبحنا نمارس النفاق بمعنى الحقيقي ما بالك لما يكون هذا النفاق على مستوى فكرة مجتمعية او على سكر مجتمعي او على اراء مجتمعية بينما انا اعي تماما بانه من المفترض ان يكون لي ارأي متفرد يكون عندي عقل يفلتر ويقيس الامر وبالتالي اطرح اطروحتي لو جاهز التعبير او رأيي دونما اني اتحرج من الاخرين لانه والله في الاخر انا لازم اناسق معاهم وعندنا عشرات المئات الالاف من الامثلة اللي احنا بنشوفها على الواتساب على سبيل المثال او على تويتر او على السوشال ميديا بشكل او باخر انه البعض بتلاقي انه سبحان الله بيتكلم كلام يعني كانه جاب الديب من ديلو وكانه العملية في الاخر انه ايه والله صحيح وفي الاخر الاسف يعني انا اقول لك على شغلة اليوم احنا عندنا مطر يا عادل تمام تمام مو يمكن يمكن بعض المباني على قولاتهم كده بالبلد بكلمة الجداوية سيخرخر موية مش يمكن تنقط موية مش يمكن يصح التهريب موية مش يمكن يحصل الكلام ده عمر عادي امر طبيعي حتى لو حصل سواء في قطاع حكومي ولا في وزارة ولا في مستشفى ولا في مكتب معين لا بس لا ضي بس ما ينفع انه احنا نرفع التليفون ونصوره ونقول شوفوا احنا والله يا جماعة الخير المباني الحكومية حقتنا ايش وضعها ويبدأ واحد تاني يرد عليه ويقول له ايه والله يا اخي الفلوس حقتنا راحت ما نعرفين ويجي واحد تاني تقول ايه والله احنا قاعدين في بلد للأسف متأخر ويجي واحد رابع يقول يا عمي يا جماعة لازم يكون واقعين شوية ترى ترى الامور اللي بتحصل دي المعلومية ترى اكتر بيوت خرخر للمعلومية في امريكا واللي راح امريكا وعاش يعني فيش يعني انه البيوت تهرب مويا وترى الامر هذا موجود في المانيا في فرنسا في كل الدول حتى الدول المتقدمة اللي هي اللي سكنتنا فيها على سبيل المثال اللي حياتهم فافية ترى موضوع عادي نا مش لدرجة انه احنا نبغى كل شي كده منظوم على قولاتهم على سنقة عشرة وانه كل شي نتصيد الاخطاء عشان نطلع في الاخر انه احنا منيالين بنيلة يا اخي ليش ارحمونا يا جماعة الخير ارحمونا من هذا النفاق يلي احنا للأسف لاحنا فاهمين الغرب كيف عايشين ولاحنا فاهمين الامور كيف ماشية وبس متفرغين على حتة انه امسك لي والله مستشفى حكومي اخرخر مويا واللي سكف ومدري الساربي ولا شوية مويا دخلت علينا شبحت الخير والله عيب والله العظيم عيب هادي المشاهد وهادي المقاطع بياخدوها الاخرين ويعملوا من الحب من الحبة جوبة وبيتكلموا كلام ما له داعي اعرّي بيتي طب اقول لك على حاجة واقول لك على شي هل يعقل اليوم تروح انت تصور بيتك يلي انت بنيته بنفسك وتقول شوفوا بيتي الخيبان يلي ما بنى مضبوط وانه كيف بيخر مويا على سبيل المثال ولا بيهرّب مويا ينفع تسوي الكلام دا لا بدي ما اي سيارة مستحيل تقدر تروح تجيب في بيتك تفور تقول شوفوا والله ان غرفة النوم ما هي نظيفة او اقول والله يشوفوا يا جماعة الخير انا عايش مع زوجة ما حممت الاولاد على سبيل المثال طب يا جماعة هذا الوطن هذا الوطن وطن اروح اتكلم عنه واقسم لكم بالله العظيم انا اتحدث جسمي يقشعر انا اتحدث عن بيتي ولا اتحدث عن وطني انا حش في بيتي ولا حش في وطني بحسنية بسؤنية بجهالة بهبانة انا ما اتكلم عن وطني في ناس قاعدة مستنية على قاعدتنا على اي كلمة قاعدين نقولها شوفوا يا جماعة الخير في القنوات اش قاعدين نقولوا عننا على امور تافة وسخيفة اللي اليوم حيصور على فكرة اذا كان قطاع حكومي ولا مستشفى ولا غيره هربت فيها شوية موية بكرة اليوم في الليل هتلاقيها على واحدة من القنوات اتكلموا عننا وشوفوا الفلوس في الراحد وشوفوا الدولة هذه يشفيها وشوفوا المسؤولين اللي عندهم كيف اصبح لنفسي انا اسوي كلام ده كيف اتكلم عن بلدي انا وبتتكلم لميل انت انت مثلا انت وعيال الحارة اللي قاعدين بتشوفوا المقطع ده المقطع حقك هذا بيطلع لين اخر الدنيا المقطع اللي انت بتسوي العالم قاعدة تتفيده برا فلوس بتندفع عشان يجيبوا مقاطع زي هاد عشان يتكلموا عن وطنك وعن بلدك معقولة انا عندي جهالة للدرجة هادي ولا هو نفاق ولا هو بس مهايط ولا هو انا جهالة للدرجة هادي ما اعرف ما ينفع يا جماعة الخير ما ينفع مو معقولة ان نكون عندنا الذكاء المفترض يكون ذكاء فطري ذكاء اجتماعي ذكاء موجود في مخنا باي حان من الاحوال انه نتزبه ايش اللي حاصل من حوالينا ونغبي عيوننا للدرجة هادي وننافق لبعضنا البعض انه والله جاء بتديب من تيلو والله اليوم فلان صور تصويره شوفوا بالله المستشفى هادي كيف تخرموها شوفوا بالله الشارع ده كيف مكسر يا سلام ما في شارع مكسر اللي عندنا عندك شي يا اخي يعني اقول لكم وقلتها خمسين مرة عندك تطبيق اي حفرة في الشارع صورها نصف ساعة ساعة ساعتين يوم ويجوا ويحلوا لك المشكلة ايه رأيك الكلام ده يجيب لي هو برا انا عيشت برا سنوات اربع وشين سنة ده ربع قرن والله الكلام ده كله ما فيه لا من زمان ولا الان ايه ما انتم شوارع مكسر ما كان لك ما انتم شوارع مكسر عندهم شوارع من ايه لبنيلة عندهم وضع غير طبيعي انت يا سائخ يلي بتروح سياحة بتنزل في فندق رحلو قمتنجوم نجمتين نجمة ونص بس ما كان بس ما بتخل جوه ما بترويش في البلد يا جماعة الخير نحترم نفسنا شوية بلاش نكون منافقين قدام انفسنا بلاش يكون منافقين لبعضنا البعض بهذه الطريقة اللي اساءت لي كينونتنا كسعوديين لكينونتنا كمجتمع سعودي لبلدنا لوطننا نتكلم عن نفوسنا بالدرجة هذه ما ستقنا على الله ندول لنا غلطة عشان نقعد نشهر بنفسنا ونقول للناس شوفوا بالله احنا قد ديها خيبانين وبعدين هل هي دي خيابة هل هو ده مقياس الخيابة او مقياس النجاح مقياس الخيابة انه مبنى يخر مويا معناته خلاص انه احنا بلد ما تنفع معقولة اذا كان شوية احداث بتحصل اصبحنا كل المجتمع ده بعظمته بكل ما يفعله ابناؤه وحكومته ومسؤوليه كله يروح كده عشان والله فلان جاب لي مبنى بيخر مويا ايش الجهالة دي اذا فعلا ننتبه لما نقول وما نرسل وما نتعامل معه هذا هو النفاق الحقيقي نعم اذا ما نتكلم على النفاق هو ذا النفاق الحقيقي ان احنا نعرم فوسنا لهذه الدرجة ونسوي نفسنا ان احنا فضيعين واحنا للأسف قاعدين نعرم فوسنا على اشياء ترى موجود هذه نقطة في بحر ما هو موجود في كافة الدول من حولك وكافة الدول المتقدمة وموجودة يا اخي عندك بعض البرامج بتجيب لك يعني من غير تسمية لكن هي برامج الواقعية اللي هي بتجيب بعض البرامج اللي فيها احداث وحوادث نعم وبرامج معروفة على كثير من القنوات اللي موجودة عندنا سواء كانت قنوات تتبع للمملكة او قنوات خارجية شوف الحوادث اللي بتحصل عندهم شوف البيوت اللي بتطيح شوف الكوارث اللي بتحصل شوف الشيش المداكل اللي هو شبكة الغاز لما تنفجر في البيوت يا اخي انا واقف على موقف قبل حوالي كم سنة طب نذكر هذا الموقف لكن بعد الفاصل دكتور بعد الفاصل حياكم الله مستمعين رح نطلع الفاصل لكن اذكركم ايضا بارقام تواصلنا هاتفيا على صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة او على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر ربقوا معنا مفاتيح مع الدكتور هالي الغاردي وعادل باربا اشتركوا في القناة حياكم الله مستمعين الكرام وعودة اليكم مرة اخرى في برنامجكم مفاتيح ولكل من اراد ان يتواصل معنا لو لديك طبعا بعض الامور التي تريد اتسال عنها تتفسر عنها اتصال الهاتفي على صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثبانية خمسة او على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر ضيفنا الدائم في برنامج مفاتيح الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات للقضايا الاسرية والمجتمعية حياكم الله دكتور هاني خالوا سهلا بك استوقفناك قبل هالفاصل على قصة كنت بتقول او موقف الموقف الموقف انه كنت في احد الدول الاوروبية المعروفة في فرنسا تمام وانفجر حق الغاز هذا نعم وما تولي في البيت تمام ما طلعوا ما طلعوا هاشتاك وقالوا شوفوا والله بلدنا يشفيها شوفوا حادث حادث عرضي يا اخي نعم تعال عندنا احنا لو سار اي حادث لو حصل حادث دهي اول واحد يقولك فين البرور فين البرور من جدك انت فين البرور يشتخر البرور في الموضوع فين الشرفة فين الاسعاف احنا اصلاك كده كان موجود لين ما مات انت تبغى اي شي يستلك في لحظتها وقيت حكيت الحلقة اللي فاتت واللي قبلها انا كنت في باريس وكنت في المانيا وعيش سنين برا والله العظيم المرأة في الميدان اللي قلت لكم عليها الاسبوع الماضي اكثر من ثلاثة ساعات هي قاعدة مكانها ولا احد لمسها وماتت ولا احد يقدر يقرب منها يعني حتى احنا عندنا عندنا العاطفة ما شاء الله اتغلبنا من فضل الله ودي من نعمة الله علينا امكن لو شفت انا اي شخص حادي امكن الملي ما اشيره في فيارتي وراح اوديه برا القانون ما يسمح لك نعم احنا عندنا من فضل الله عندنا نعم ليش ننكر هذه النعم كلها اي موقف الان يصير على طول هاشتاك يا ويل شفنا صرفار ولا فار اكرمكم الله في مطعم ولا في مكان على طول هاشتاك اطالب الجهات الرسمية انها تحارب هذا الامر انه هذا انحراف سلوكي لأفراد المجتمع انحراف سلوكي لأفراد المجتمع حيعلم افراد المجتمع انهم يطاولوا على بعضهم البعض يجب ان يكون عندي في وزارة الداخلية من يعاقب هؤلاء اي شخص اطالب انا هاني الغامدي اطالب اي شخص يرفع اي تصوير اي مقطع بتشهيره حتى لو هو على حق على النت هذا يعاقب وعقاب وعثير ويشهر به هو كمان ليش؟ لان انا عندي جهات رسمية يا عادل الجهات الرسمية فاتحة ابوابها عشرات المئات من التطبيقات موجودة عندك شي خاص بالبلدية ارفع البلدية صوت صوت صورة موجود التطبيق عندك شي خاص بالمرور ارفع عندك شي خاص باي من الجهات الحكومية ارفع موجود ما حدقلك لا ما حدقلك ابوابنا مغلقة لكن لا ترفع للنت لما ترفعوا للنت يا ابنائي يا بناتي ويا اخواني ويا اخواتي الغير بيتصير نعم ويف الى ذلك ايش تستفيد لما انت تقول والله حصل حادث لقى انا صلصار ما اشوف مطعم فين المطعم ده ومش عارف مين وفين البلدية وفين المرور وفين الشرطة يعني ايش تخل دول كلهم العالم هادي قاعدة تستنى الصراحة مرة تطلع تمون يا جماعة يكون عندنا شوية عقل يعني ولا هي فرحة تعالوا اقول لكم السبب ايش السبب عادي لكل من اسمعنا انا ما صدقت على الله اني امتك لي حاجة لاني انا مهمش لاني انا مهدك انا ما عندي اصلا قيمة انسانية امام نفسي فلذلك اتشبث في القشور اطالع لي في اي شي اي حاجة تطلع المهم احس انه اه الحمد لله اليوم طلعت بحاجة كفش تصار ما شف مطعم وصورته وشحرتي الحمد لله احمدك يا رب بالله هذا موسوح بالله ما هذه فراغة عقل بالله ما هذه تهميش قلنانا هذه الدرجة ما عندي ثقة في ذاتي الاشكالية انه لما نواحد زي هذا يطلع البعض يجي ردقيه والله صح فينا البلدية وهذا وضعنا وتعالوا شوفوا ايش عندنا واصلا لما تكلمناهم قعدنا مش عارف مين قبل شوية بقرأ اعلان واحد غلبان جزا الله خير بيقول بيسوي اعلان حشو حش يا راجل ما خلوله جنب التكي عليه بالرغم انه هو على فكرة جهة رسمية وموثق ومعروف واللي قال لك انا لما نتصل عليكم ساعتين احد جهات الاتصال اوكي احد شركات الاتصال بيسوي اعلان شوف الحش اللي نحشهم ليه يا جماعة الخير كده احنا شرنا ليه اصبحنا بهذا السوق ليه اصبحنا بهذا النفاق ليه اصبحنا بالنافق لبعضنا البعض ما عندنا كلمة خير نقولها يعني انت لما قلت لي والله انه هل يعقل شركة الاتصالات تقعد ثلاثة ساعات تتصل عليها وما ترد عليك يا راجل انتك في الشصف ده على الجوال حقك فيه رقم تذوق عليه مدري نجمة مدري مربع مدري اش هو يرد عليك المنظف ترى كلمة ساعتين وثلاثة هذه ما تنزل من زور ليش وليش بنكذب وليش وصنر المرحلة دي معقول الخدمات لهذه الدرجة سيئة في بلدنا مين قال انه خدماتنا سيئة والله الذي لا اله الا هو واقسم بالله العظيم ان كنا نقعد بالايام ونتبهدل ولا في احد يوقف معاك ويعقدك عشرين عقدة عشان تروح وترجع بالابليكيشن حقك عشان انت بتاخد حاجة في الجامعة والده بتسوي شي في اي جهة حكومية موجودة في الخارج عندنا الان كل شيء متحل احنا عندنا حكومة الالكترونية شبه متكاملة كل ده ما احنا شايفينه كل ده برضو احنا ما زلنا نناسق ونقول احنا فينا واحنا فينا واحنا فينا كل ده احنا ما زلنا نناسق لبعضنا البعض اي والله احنا اسوأ ناس ما زلنا نناسق لبعض انه احنا والله خدماتنا سيئة ما زلنا نناسق لبعض بالباطل متى نصحة يا جماعة متى نصحة كفاية كفاية اللي بيحصل فينا كفاية تسيئوا لي يا انا كسعودي كفاية الوطن على فكرة مو ناكفك ولا يهموا ترى الوطن الوطن شامخ الوطن عارف بالضفط والرايح هذا ليس تطبيل هذه واقع الحقيقة أي عاقل أي معاقل أي مجنون حيشوف الوطن فين ماشي مو العاقل المجنون عارف أن الوطن بيتقدم مش العاقل لكن للأسف احنا عندنا النفاق نفاق نفاق حدو واصبحنا للأسف نمارس هذا النفاق إنه جزء من المكون النفسي والمكون الفكري الخاف لدى البعض شيء مؤسف والله عارفين الحرب والدوى كيف أنه لما نشوف هاشتاك زي ذا ما أرد عليه أشوف هاشتاك زي هذا ما أقول ولا كلمة ولا أقول أنتم غلطانين وأنتم طيبين سيبوهم في حانهم سيبوا هؤلاء على فكرة أصحاب الحاشتاكات اللي بيطلع أطوره والله يعلم الحاشتاك أصلا من كتب ويعادل لأنه الحاشتاك هذا من فين جاء من واحد دي حكاية أنا صور وراح أرسل لقطوا واحد في مدنة في أي دولة وثوه هاشتاك وعمل نفس سعودي ولما تتكلم معاك المتين تكتشف أنه أصلا لا يفهم في السعودية ولا هداري السعودية فين أو أشخاص آخرين وليس مجال حديثنا ما هو اللي يفهم في الأمن ويفهم في البعد الاستراتيجي الأمني ويعرف الوضع في البلد هنا إيش ساعتها حيصح وللأسف عندنا شوية ناس مهايطة وما هي دارية وين الله حاطها وما هم دارية وش اللي حاطل للأسف بنؤثيء لنفسنا جسد يا بناتي ويا أبناء يا كبار ويا صغار نلوم نفسنا شوية عيب أنه نحن نتعرق قدام الآخرين بأنه نحن سفدج لهذه الدرجة ينضحك علينا بحاشتاغات عيب أنه نحن ينضحك علينا من خلال ناس حاقدة وعارفين الهدف وكل يوم بنتكلم فيه وللأسف ما زلنا نقع عارف وقوعة متى لما تؤيد إن شاء الله واحد يتكلم على رملة تراب من بلدك ما ترد عليه رملة تراب من بلدك حتى لو تبقى ترد ترد تقول له اتتقي الله وعيب اللي انت قاعد تسويه هذا لو تبقى ترد إنما نقول له إيه والله ولما تجي تكتشف كل آخر منهما ترى هدول فئة عمرية معينة والفئة العمرية هادي للأسف أقول لكم المفاجأة للأسف فيما البنات والفئة العمرية هادي وأنا أقولها وأنا محارب لهؤلاء وقد ما بيحاربوا فيها وقد ما بيتلوني على دماغي وقد ما بيحاولوا يعتقدوا أنهم والله بيشاهروا فيني والله ما فرق معايا بشيء النسوية وإسقاط الولاية هدول هم اللي قاعدين لي وأنا قاعد لكم هدول هم اللي أنا أرد عليكم ليل ونهار لأنه أنتوا عارفين الحرب اللي أنا داخلها معاكم من فترة طويلة وعارفين في الآخر أن أنا حفظة أرد عليكم مهما قلت عني ولا عن غيري للأسف أنه إحنا مش متنبهين إيش اللي قاعد يحصل اللي قاعد يحصل أنه في عندنا تكتلات هي اللي بتصيب في الماء العكر واللي بيطيب في الماء العكر أنا ما أقبل أنه بنتي ولا ابني ولا أنا ولا زوجتي ولا أهلي أو أفراد مجتمعي يشوفوا هذا الغسل لكن للأسف أنه البعض ممن هم مننا يزلق ممن هم مننا ينافق يدخل في العملية النفاق اللي هاتكلمنا عنها دي العملية تحتاج لفحصها شوية الموضوع ما هو موضوع نفاق اجتماعي فقط إحنا يمكن أخذنا المفهوم اليوم في موضوع النفاق الاجتماعي عادي لكل ما نسمعنا بمنحة أخرى أكبر وأعظم من أنه إحنا نتحدث بالكلمة الكلاسيكية أو الكلمة المكررة كلمة نفاق اجتماعي أنا اليوم حورتها إلى شيء أعظم لازم أنه إحنا نتنبه ونصحه ونشوف إحنا إيش قاعدين بنهبط نفوسنا النفاق الاجتماعي فاق حده لأنه أخذ منحة أصبحت تأثر على سيرة رملة من وطني هنا أقول لك وكف هنا لازم تتعلم وهنا أنا طالبت الجهات المعنية بأنه أي من منهم جاهل أو قاصد يرفع أي مقطع عن أي شيء بالتشهير سواء في شخص أو في شخصية اعتبارية أو في مكان بعينه يجب أن يحاسب ويشهر به إذا كنا نحن كرهانين إذا نحن حابين التشهير لنحن نشهر بك بردو أنت يتصور لازم هذا السلوك يتوقف لازم اليوم يتوقف لازم يكون كل الجهات الحكومية حتى يدها في يد بعض اتصالات ووزارة داخلية وشرطة وأمور أخرى موجودة ممكن حتى عن طريق المباحث أو الاستخبارات لازم نوقف هذا الأمر أنا أناشد وأطالب تاريخ اليوم بأنه لو استمر هذا الأمر لفترة من الزمن فهو للأسف سيتفشى بشكل أكبر مما هو عليه الوضع الحالي واللي بيغير الفكر المجتمعي أنا كمتخصص عندي أطروحاتي وعندي مشاركاتي في كثير من القطاعات نبهنا وما زلنا ننبه ونقول اطرب بيد من حديد عن من يتحدث عن حبة رمل لها عن هذه البلد بجهالة بحسنية أنا مشغلي إذا أنت بجهالة تتعلم وإذا بحسنية تتعلم وإذا كنت قاسد تاكل على رأسك بالقانون والنظام لكن أنا ما أسمح أنه كل يوم والتاني واحد اطلع لي ويتكلم لي على أشياء للأسف يقول لك والله يقالوا والنافق لبعضنا البعض إيه والله عندنا إيه والله البلدية فين إيه والله المرور فين إيه والله الصحة فين ما لكم على الصحة والمرور البلدية إذا أنت من تفاهم شغلهم هذون الناس مستأمنين واكفين على حد الله سادين صغرة وعارفين شغلهم والدولة مش نايمة عن أي مقصر ويوم ما أحد فيهم يقصر مو شغلك الدولة تعرف كيف توصله وكيف تحاسبه لكن ما عري أهل بلدي ولا عري وطني ويجي قدام الله وخلقه وأنشر وغير يروح يتصيد المقافع والكلام الفاضي اللي قاعد يثير من عيال بلدي عشان في الآخر والله أنا بأقول كلمة لدى نفاق وجهالة وتحاسب عليها ويجب أن يكون هناك قانون يحاسبك على هكذا جهالة وعلى هكذا انحراف فكري لو استمر يا جهات يا معنية ترى إحنا في خطر فلا بث أنه يتخذ الإجراء اليوم والأطروحات موجودة والأمور موجودة وأشياء كيف شاركنا فيها وأشياء نتمنى نشارك فيها بحيثنا في الآخر يكون عندنا إيقاف لهذا السخف من السونامي يلي حاصل بيننا من نفاق اجتماعي بالمعنى المؤثر على كلمة وطن نعم راح نطلع الفاصل مستمعين الكرام مذكرا أنه وإياكم تواصل معنا عبر الهاتف 011-217-8585 أو على 012-616-11-00 خلوكم معنا مفاتيح مع الدكتور هالي الغاردي وعادل باربا مفاتيح حياكم اللهم السمعين الكرام أيضا لتواصل عبر رسائلكم النصية على سي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستة ستة ثلاثة صفار واحد وفي زين سبعة صفر واحد ثلاثة واحد ثلاثة معنا التصال عبد الرحمن أهل السلام عليكم يا أهلو عليكم السلام فضل عبد الرحمن وعليكم أخي بس أبغرد على الضيف اللي عندك اللي قبل شوي أيوه في أنه فصل الوطنية في أنه ما أحد يتكلم ولا أحد ينتقد وأنه كل واحد حياكل على رأسه يعني هذا للأسف يعني هذا الشيء رجعني الاثنوات الوطنية للجميع والوطن للجميع ولا يفصل لأحد أنا لما ننتقد في الآن أنا ماشي في شارع جيدة في شوارع جدة وانتقد البلدية ووزارة المياه مثلا في الموية الموجودة في الشوارع هذا لا ينقض من وطنيتي بالأكس بل يأكدها وهذا ما أكد عليه ولا تلامر في الوطن جميل لكن إن يأتي زي الأبوية الكريم ويفصل الوطنية وبسلوب تحديد وإنه سوف ما أدري إيش الجهات الرطنية تأخذ فيها قرار وإنه سوف يتم تابعتهم وما أدري إيش بهذه الطريقة أرحل أرحل ولكن الوطن الجميع واللي بيقض الوطن عن حب بيكون واضح واللي بيحب يطبل للوطن لأغراض أخرى واضح نعم شكرا الله أعطيك العافية شكرا أخي عبد الرحمن ودكتور هاني يرد على هذا اللبس ما بين الإفراط وتفريط كيف فعلا الواحد يوازن بين هذين الأمرين أيضا هناك مداخلة لأستاذ نزار رمضان حياك الله أستاذ نزار السلام عليكم أستاذ عاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور هاني أستاذنا ويعني سمعت لمداخلة أخونا الآن من شوية لتكلم نعم يمكن مش عايزة أقول في أي مجلس من المجالس مجلسها يكون الدكتور هاني الغمدي هو أول واحد ويعطى صفرت أنه هو هجومي ينطقت دائما ولكن كيف الانتقاد وما هو إطار الانتقاد وإزاي أتكلم وما تتكلم وما تأذكر يا سلام الفكرة أستاذ عاد الفكرة الدكتور هي مدارسنا فضية تماما من ممارسة أدبيات الصراحة نعم أو احنا ممكن بندرس بالتوحيد النفاق الأصغر والنفاق الأكبر وبنتكلم على الشرك الأصغر والشرك الأكبر وغير ذلك ولكن يعني لم يتم تفعيل زي مجالة الشورى مثلا اللي موجودة هتوضح لي تماما أنا إمتى أنتقد ومتى أنتقد وما هي الوسائل التي أتواصل منها من خلال لما أمارس عملية الإصلاح نعم وهي لم نتدرب كأولياء أمور وندرب الأبناء في أدبيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يعني الدكتور بيتكلم أن حادثة ممكن تكون بسيطة وبنعمل من الحفظة جبا ويوي الكلام هذا لأن أبناءنا إحنا ما ربناهم شيء كأباء وكأمهات على كيفية التعامل مع أدبيات التواصل الاجتماعي أتمنى من الدكتور هاني يعني يعرج في نقطة نقطة المدرسة ونقطة البيت تمام وشكرا للبرنامج المتميز شكرا لك مع ضيفك ومعك شكرا لك شكرا لك أستاذ نزار حياك الله طبعا دكتور هاني كان المتصل لأول أخونا عبد الرحمن يعني كما ذكر يعني كانت هناك يقول أنه فيه أنا لا أسف ترى هنقطع الخط عليها لا إشكالية هناك لابس لكن بيقول يعني هناك مبالغة في مسألة أنه أنه الواحد ما ينتقد الأمور اللي بتسير والعكس يعني توجه الوطن نحن بنستمع إلى كل شيء ولكن موضوع الانتقاد أنه لا يعني ما يكون فيه هذا الانتقاد الموجود وأنه ممكن الواحد يكون مساءل وكذا فأنت دخلت بحماس جدا في مثل هذه الأمور وكأنه المفترض أنه نصمت عن هذا الأمر أو أن يعني ما أدري الموضوع يحتاج إلى نظرة توازنية في هذه المسألة دكتور هاد يعني أنا أنتقد أيش من يفهم يعني مسألة أنه من يتكلم من يريد أن ينتقد الأمور التي تكون حوله في البلدية في الأشياء التي بتصير الإصلاحات التي يريد أن يضبطها في بعض الأشياء التي في الشوارع في غيرها يعني ما يتكلم عنها الانتقاد بالعكس مطلب حتى يكون هناك إصلاح في ذلك الأمر ماشي على عيني الراس الله يحفظك أنا طبعا ما سمعت والله كلامه لأنه انقطع الخط الأشف لكن خلينا نقول أنه أنا عندي جهات رسمية من قال ما تنتقد من قال لا تصور صور وانتقد وقول وعبر بس للجهة الرسمية يا أخي أنا ما عندي أي إشكالية أنا ما بأقول نمنع ما أقول والله أشوف الخطأ وأقول الله يسامحهم لا أبدا بالعكس أنا أطالب بأنه على فكرة كل شخص يشوف أي خطأ في أي مكان وجه على طول ما حد قال لا بس أنه ما نرفع للنت يعني ما نرفع لي السوشال ميديا ما ينفع أنه أنا أصور مثلا جهة حكومية ولا مبنى ولا مسؤول وأقول والله شوفوا هذا مسؤول وشوفوا هذه جهة الحكومية وشوفوا هذا القطاع الخاص في له وشوفوا هذا المحل في له أنا هذا هذا اللي قصدته لكن أنا ما أنتقد لا بالعكس من قال لك نحن كلنا نطالب على فكرة بأننا نحن ننتقد بس الانتقاد المحمود بمعنى أنا عندي أمر موجود خاص ببلدية عندي تطبيقات موجودة تطبيق موجود أرسل البدية بالصوت هذا اللي أنا قلته أنا ما اسمعت كلام الأخ يعني هو كان بينتقد يعني عتب على إيش كان يعني على موضوع يعني حباسك في مسألة أنه لا ما ننتقد وما نتكلم بهذه الطريقة وب يعني بهذا الشي يعني بهذا الشأن أنه موضوع الانتقاد بحد ذاته ما نتكلم فيه لا بالعكس نتكلم ويرفع لها ما حد قال لك لا أبدا أنا كل اللي أنا أطالب به عملية إنه ما ينفع إنه أنا وكأني جاسوس على نفسي إنه أنا أروح أصور جهة حكومية أو إلا أصور مسؤول أو إلا أصور أمر معين وارفعه للند وأقول شوفوا يا جماعة إيش اللي عندنا أنا هذا اللي قصدته أقول إنه كان كلامي واضح بارك الله فيكم هذا اللي أنا قصدته تحديدا وما ينفع إنه إحنا بعد ذلك نلاقي ناس كمان يردوا علينا عشان ينتقدوا في بلدي أنا ما أسمح لأحد إنه هو يتكلم وأنا وصفت الوصف وقلت ما يفعل أنا أصور بيتي وهذا وطني هو نفس الشيء وطني أهم حتى من بيتي فبالتالي أنا كلامي عشان للتوضيح للأخ لأنه والله ما أسمعت كلامه ولكل من يسمع أنا إذا أنا ما أحسنت شرح نفسي في هذه النقطة فالعملية اللي أنا أقصدها إنه إذا عندنا أمر معين موجود على طول ما أحد قال لك توقف لكن روح للجهة الاعتبارية اللي تابع لهذا الأمر ويرفع لها ما أحد قال لك لا نعم أنا كل عدم رضاي على حتة إنه أنا أصور شيء وروح أرسل وارفعه في النطة وأعمل عليه انتقاد ويجوني بعد كده ناس ينتقدوا في أشياء موجودة للأسف لا أنا بلغت ولا أفدت والجهة الحكومية منتظر كل الجهات الحكومية منتظر عندها تطبيقاتها وعندها أرقامها وعندها خدمة العمر وعندهم كل شيء جميل فليش أنا أرفع لي أتكلم عن الدفاع المدني مثلا الدفاع المدني والله ما عرف يطف الحريقة ليش طبعا إذا كان في أمر شايفه قدامي أحد أفرادهم ما عرف يطف الحريقة وهذا مثلا اللي قلت لسبوع الماضي وعنا تفتعته ممكن تصور صور راح أقول لك لا أرفع للجهة المعتبر هذه اللي هي الدفاع المدني قولي جماعة الخير الفرد هذا يحتاج إلى تدريب أو الفرد هذا أخطأ لكن ما أخذ المشهد وارفعه للنط وأقول شوفوا جماعة الخير الدفاع المدني عندنا كيف وضعه لا ما يصير هنا أنا أقول لك لا ما عليش هنا لازم يكون في عندي عقوبات هذا اللي أنا قصد فتفضل عليك جميل طبعا ترد على اتصال لأخونا نزار لكن عندنا سعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم ورحمة الله حيا الله سعد حياك الأخي سعد يا هل الله يفعدك خلينا نستهيز الفرصة أولا وأقدم شكري الكثير لك المزيع المتألق عادل باربا والله أستاذ نعيك وهذه أول مرة أشارك لكم في إذاعة ألف ألف أفئد يا هل أنا أتفق مع الأستاذ هاني بخصوص الإشتاجات المسيئة وهذه عليناها كثيرا أقل أتكلم بنطاق ما بين اليمن والسعودية فيما يخص حربنا الآن مع الحزيين أنتشرت هناك إشتاجات إشتاجات كثيرة هذه الإشتاجات أنصرية تسيء بين البلدين أستغلتها نحن نعرف أن هناك مطارق إعلامية وغرف إعلامية كبيرة تدار من بيروت ومن إيران ومن هذه تستغل الإشتاجات تدخل بأسماء مستعارة إذا دخلت وشيكت على الأسماء تجد المتابعين من 2 إلى 3 إلى 4 إلى 100 بالكثير فأغلبهم بأسماء يمنية وأغلبهم بأسماء سعودية وكل واحد يتبادل الشتائم فيما بينهم ومهات يعنيناها الخطوة الثانية هي ما تطلق له الأستاذ هاني هي عبارة عن إثقاط الأولاية والنسويات الآن ظهرت لنا نسويات يمنيات وهذه هي أسماء وهمية يعني لمساندات لعمل أن مساندات النسويات في السعودية وهذه كلها نعرف من يديرها من الخارج لهذا أنا أتفق مع الأستاذ عادل وأقول مع الأستاذ هاني وأقول يا ريت لنا يعني ربع ربع من الخدمات التي موجودة في المملكة العربية السعودية ومن فقد الأمن في بلده يعني يحمد الله ويشكره على الأمن الموطن الأصلي نحن فقدنا الأمن وفقدنا الأمان ودخلنا في حروب ومشاكل إلى حتى الآن نعني نتمنى ربع الأمن الذي تعيشه المملكة العربية السعودية نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لجميع الدول العربية بإذن الله تعالى والإسلامية شكرا لك أخوي سعاد الله يسلم شكرا الله يسلم هنأخذ تعليق منك دكتور هاني لكن نطلع الفاصل وذكر من سبعين الكرام بأرقام التواصل هاتفيا على 011-217-8585 أو على الهاتف الآخر 012-616-1100 خلوكم معنا عوذركم السبعين الكرام حياكم الله دكتور هاني الغامدي ضف حلقتنا وضف الدائم في الحلق في برنامجنا مفاتيح حياك الله دكتور هاني طبعا عندنا ردين لاتصال نزار وكذلك سعد سنضيف بس اتصالين ونجيب على الجميع مرة واحدة معانا نواف السلام عليكم وعليكم السلام وحبكاته هلا نواف ورحمة الله بالخير والله أعطيكم العافية وأشكرككم على البرنامج اللي أنتم تقدمون الصلاة الله يسلم الله يسلم أستاذ هذا لعندي تعليق بسيط بس للكلام اللي قوله التفتور هاني إنه لما ترسل للجهة نعم إحنا خمسة قرأ نعاني ونرسل على البلدية لنا خمسة عشر سنة ما لدينا أي انصاف يعني أتمنى أتمنى بس عديني دقيقتين أوضح لك إيش الضرر الضرر إننا إحنا خمسة قرأ خمسة قرأ مضررين من حشرة السوس تمام عندنا صور وشيء تثبت نرسل للبلدية البلدية هذي ترفجعنا لهذه يعني إيش الحل نعم يعني إذا نزلنا أو نزلنا شيء قالوا هذا غلط وهذا طيب نعطونا الحل خلي الدكتور هاني يعطينا الحل طيب والله خمسة قرأ بنعاني أكلنا في لبسنا في كل شيء من حشرة السوس لنا خمسة عشر سنة إيجابك الدكتور هاني واضح الدكتور هاني السؤال الله يا بني طيب أحييك الله أخوي نواف معنا مرتضة السلام عليكم يا أهلا وعليكم السلام تفضل مرتضة تحييه لك أستاذ يا أهلا تفضل فقط في تعقيد قصير أي نعم مسألة عدم انتقاد يقول مو مش في الانتقاد عدمش الانتقاد عقوا السيد هاني يقول انتقاده لكن للجه الرسمي نفسه نعم تطبيقات في أبليكيشن خاص أرفعها في خدمة العملاء أوكي هذه نقطة لما يكون ابن وطني يوصل صوته لخدمة العملاء أي أو عن طيب قد ما يصل الصوت قد يصل إلى المسؤول قد يصل إلى المسؤول لكن بدون حل بدون جدور لهذا بعض المواطنين بقد نضعنا هاشتاغات يتم طرح المشكلة أو الانتقاد عن طريق السوشال ميديا سواء تويتر وغيرها عشان يصل إلى الصوت إلى المسؤول الأعلى مش فنفسنا المسؤول في نفس الأمانة وأي جهة كانت وطرح مسؤول مثال للأمانة إن في لهم تطبيقات نعم نسألة مو مسألة إن فقط تطبيقات أو إن أتواف مع خدمة العملاء الخاصة فيهم واتكلم معهم قد يكون ما هذا الموال الحل أساسا قد يكون هناك تقسيم المسؤول نفسه من ناس الهرم نفسه نعم الولي الأهد الولي الأهد المي محمد بن سلمان تكلم في أحد القادر إنه ما يكون هناك أي تهون أو تقسيم من أي جهة فساد نعم نحن نحتاج نتغاد هذا البلد نحن أبناء الوسط طيب واضح دكتور هاني واضح معنا السؤال مازم تمام تمام شكراً أخي مرتضى وكذلك بإذن نتعاد تم الإجابة عليه بداية تم إن كان اتصال أخونا نزار وقال إنه يعني مسألة الانتقاد ولابد أن يكون هناك معرفة في كيفية الانتقاد لابد أنه يبنى ويؤسس حتى ما يكون هناك أي تجاوزات وما يكون في خلط في موضوع أنه يعني ما بين النصيحة والفضيحة شوف يا أخي كل الجهات الحكومية لها مرجع نعم إذا أنا رحت اليوم تكلمت مع الجهة اللي أمامي مثلاً بلدية فرعية على سبيل المثال في عندنا الأمانة في عندنا الوزارة في عندنا جهات أعلى طبعاً لابد أن يكون الأمر موصف في تقارير رسمية في مطلبات معينة في تقصير نعم فيه تقصير مين قال لك أنه ما فيه تقصير نعم مين قال أنه فيه بلد أصلاً ما فيه تقصير كل البلدان اللي موجودة فيها تقصير لكافة الخدمات اللي ممكن تقدم للمواطنين في أراضيهم لكن أنا لا يعني ذلك في الآخر بأنه أنا ممكن أن أعمل هاشتاغات تؤجج كلام ما له داعي أنا ما نعارف حقيقة إذا كان الأمر جاء بحسن نية في هاشتاغ والله مبارك طيب ما عندنا مشكلة لكن للأسف الكلام اللي بنكتب كلام غير مقبول الكلام اللي بنحط كلام غير مقبول كلام كله ضرب في الناس اللي موجودة هنا وفي الوطن وفي الخدمات وفي الوزارة وفي الوزير ليش ليش أنا أصل لهذه المرحلة هل يعقل بعدين على فكرة هناك بعض البرامج اللي موجودة على بعض الفضائيات هي تستقبل هكذا حالات هي برامج متخصصة على بعض القنوات اللي معروفة إنه ممكن بكل بساطة لو رسلتهم بيجيبوا القضية وبيحلوها أمامك وبيتواصلوا مع كافة المسؤولين لو كان فيه تقصير والإنسان لابد أنه هو يصبر أنا مش اليوم رفعت أي خطاب ولا أي طلب معنات أنه لا يبقى 24 ساعة يتم البت فيه في بعض الأمور نعم تحتاج إلى صبر يا أخي في عندنا قضايا موجودة في المحاكم لها سنوات موجودة على كافة على كافة الأفعدة قضايا وحقوق لناس موجودين عند بعض الوزارات وبعض القطاعات لها سنوات هذا لا يعني في الآخر أنه هؤلاء مهملين ولا قصدين الإهمال وإذا كان قصد الإهمال فعندي جهة أعلى بأنه أنا أرفع له العملية تحتاج إلى ذكاء وتحتاج إلى صبر موضوع الأخ اللي يتكلم على موضوع السوس على سبيل المثال أنا ما أعرف هل هو مرجع بلدية ولا وزارة الزراعة ولا أمور أخرى ولا جهات أخرى فين العمدة فين المسؤول عندهم فين العريفة حقهم ليش ما تم الرفع عن طريق الهد أو الشخص المسؤول في هذه القرية أو تلك أنا ما أعرف فأنت لا تجيني في توصيف لحالة محددة وتقول لي والله يشوف أنا الحالة حقتي هذه وما سوى فيها أكشن الحالة حقتي كذا وما تتخذ فيها إجراء لو كان على نقعد هنمسك بكل حالة فهنطلع كل الجهات الحكومية وكل القطاعات الحكومية والخاصة أنه فيها عندها تقصيل وهذا هو طبيعة البشر لكن يجب أنه أنا يكون عندي كمان فهم إش هي العملية التدرجية للمجال الأعلى عشان أقدم شكوتي أنا رحت اليوم اليوم أباشتكي عادل بربع حاشاكي عادل طبعا رفعت خطاب ما تتخذ إجراء اللي بعد ذلك اللذاعة مين مسؤول عنها اللذاعة مسؤول عنها الوزارة أروح للوزارة فبالتالي أنا عندي تدرجية لابد أن أفهم أنا فين رايح وإيش هو الأمر وكيف حيتم وإيش العملية التدرجية هذه اللي أنا أصبر عليه لما أخذ حقي لو كان لي حق ربما يكون في عندي بعض الأمور يعني أنا أقول لك على حاجة بعض الأشخاص بيشتكي وأنا ما أتكلم على الأخ اللي تكلم على موضوع الأسوسة أو غيره أحد الأشخاص في أحد المدن في شمال السعودية راح يشتكى للوزارة على موضوع خاص بمزارع وشجار وأشياء زي كده اكتشفوا في الآخر أنه الأرض أصلا ما يحقته بوضع اليد فين الصك والله هذه حقك طيس الحالة هذه لا أنه هو على قولتهم لا أنه سطر على نفسه وكمبل بالأشجار اللي عنده ولا أنه ورجعت الوزارة في الآخر أخذت الأرض قام بسوى مشاكل أنه كيف أخذوا أرضي وكيف سوى مش عارفين طيب يا أخي ما لك حق من أصله فللأسف أحنا لما ناخد حالة أحنا نسمع من جهة واحدة نسمع بأذن واحدة ما نسمع بالأذنين ما نسمع بكافة المعطيات اللي موجودة في يدي وبالتالي يبين قدامك أنه سين من الناس والله هو له حق أو سين من الناس فيه تقصير في حقه لكن أنا ما أسمعت مجمل القضية لذلك حتى القضاء اللي موجودة عندنا في المحاكم أو في غيره تأخذ وقتها ليش وكأنها تنطبخ بحيث أنه في الآخر الأمر يحتاج إلى طبخة يحتاج أنه يكون عندي عناصر لا بدنا تكون متوفرة وبالتالي الجهات الرسمية مع هذه الكثرة لكافة الحقوق لكافة الأشخاص اللي يهمني في الآخر أمر أحادي لازم أننا أحطه في بالي إحنا ما عندنا شيء اسمه ناس مقصرة بقصب ربما مقصر بإهمال ربما مقصر بلخبطة في السيستم ربما مقصر بأمور تحتاج إلى تطويره أو تدريبه لكنه شخص كده قاعد ما تك منصب وعيني عينك يظلم العباد أعتقد أنه في عندنا قطاعات حكومية أعلى تتخذ إجراء فيه أنا هذا اللي قصدته وأعتقد أنه كلامي واضح الآن إذا عندنا أي شخص جيت أنا أتكلم وأتواصل مع أي وزارة أو أي جهة رسمية وقصر هذا الفرد لا يعني بأننا أضرب السيستم كله لا يعني أننا أضرب الجهة كلها أو أتهم الجهة كلها بالكلية معناته عندي إشكالية في فهمي للإجراء لابد يا أحبتي أن نكون حنا هادئين شوي بحيث أننا نعرف إش هي التدرجية في عملية الحصول على الحق والحقوق بارك الله فيكم لابد أنها تأخذ وقتها لازم أن يكون عندي شوية صبر والأمور أننا موجودة عندنا كتوتل كمجمل في هذه المملكة من فضل رحمن أنه في الآخر الحقوق ما تهضم لتلك الدرجة التي فيها ظلم واعر فيها ظلم عين عينك لأننا الآن صلحنا متهمين بأنه للأسف عندنا ظلم من الحكومة عندنا ظلم من الجهات الحكومية عندنا ظلم من المجتمع عندنا ظلم من الأهالي عندنا ظلم من الأبهات أصبحنا كلنا ظالمين الآخرين بيتكلموا عنه أننا مجتمع ظالم كل من هو يتعامل مع السعودي هو يتعامل مع شخص ظالم أو كينون أو مكون ظالم لا معلش إحنا ما إحنا كده إحنا أبداً ما كنا كده ولن نكون كده ولسنا كذلك أيضاً لكن في حقوق يجب أنها تاخد إجراءات معين طب فيه مظالم في النص إنعم فيه مظالم فيه ظلمة إنعم فيه ظلمة من قال ما فيه تأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظلم في حقوق طفين الرسالة جاري في نفس المدينة موجودة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأظلم أنه وجه هذا اللي ممكن يظلم هكذا هي حال البشر يا حبتي هكذا هم البشر هكذا هي الحياة يجب أن يكون عندي هدوء شوي عشان أعرف وين أخذ حقوقي أما إذا كان أحد له ما أخذ على كلامي فأنا والله لا أتحدث إلا من حرقة على هذه البلد لا أتحدث إلا أني عرفت وقارنت فعندي شيء بالمقارن والمقارن به لما نعشت ربع قرن وفي دول مختلفة عرفت النعمة اللي إحنا فيها لذلك أنا حريص بأنه أنا أتكلم بهذه الحماسة لو اعتبرناها حماسة لأنه في الآخر بلد مضارك فيه قصور فيه قصور في كل الأماكن ليش؟ لأنه إحنا بشر هكذا هي الأمور لكن كنسبة وتناسك إحنا بعيدين عن دول أخرى كثيرة لو رحت وعشت فيها هتعرفوا معنى هضم الحقوق فيها يا حبتي إلى يومكم هذا لما يتحدثوا بعض الدول الأجنبية عن حقوق المرأة أو حقوق الطفل شوفوا اللي بيصير في البيوت شوفوا اللي بيصير في الأسر فيه أشياء كثير مخضوم حقكم فيها لأسر إحنا نشوف زوايا معينة إحنا عندنا موقف شوفناها قبل كم أسبوع مسؤولة كبيرة في أحد الدول راح تيجري زي أم العروسة فاهمين أم أنت فاهمين؟ يعني جماعة الخير لازم يكون عارفين لما شخص مسؤول زي هذا ينزل عشان يمشي زي أم العروسة عشان يهدم بشخص ما ما عرفنا ورا القضية إيش؟ ما تهمنا إيش المعنى؟ لهذه الدرجة نعر نفسنا إحنا وفي الآخر نقول والله هذا حق من الحقوق لا هذا مو حق من الحقوق مع ليش؟ لما الشخص يسيء لبلدي والوطني والأهل بلدي أنا أزعل ساعتها والجميع أظهر أنه يزعل ليش؟ لأنه هذه حرقة وطن وإن شاء الله وصلت الرسالة دكتور هاني فإذا فهمني جزاء الله خير واللي ما فهمني برضو جزاء الله خير ولكن الإطار هو إطار خير وبركة وليس إطار بأن أنا أنتقد ولا إطار أن أنا أطالب بأمور ليست في المنطق وإذا كان كلامي يرد عليه فجزاكم الله خير أنا إنسان وبشر أغلط إذا كان في كلامي خطأ ردوا عليه وجزاكم الله خير بس الله يخليكم ردوا عليه بهدوء إن شاء الله وبإذن الله تعالى هناك العديد من المواضيع بعديد من النقاشات التأكيد يعني قد لا تنتهي إلى هذا الحد وبالإمكان في برنامج مفاتيح أن نفتح مثل هذه المواضيع ونناقشها أكثر وهي متاح للجميع وهذا البرنامج خصص لأجل أنه نتلقى اتصالات المستمعين الكرام شكرا لك دكتور هاني كلمة خيرة فقط من خلال برنامجنا الأخذ والعطى يكون ضمن إطار الاحترام بارك الله وعلى يقين بأن الجميع محترم ويقبل الرأي والرأي الأخذ شكرا لكم ولقاءنا الاثنين القادم على خير بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته وفي أمان الله مسلعين